أسئلة اليوم ريون قام بتسليم بيت الزوجية بعد مشكلة بينهما وبعدها قام بتطليقها ماذا عليه وماذا تفعله أين تقضي عدتها وهل لها من حقوق الأصل أن المرأة تقضي عدتها في بيت زوجها ليس لها أن تخرج ولا لزوجها أن يخرجها وهذا صريح كتاب الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله تبقى في بيت الزوجية مدة العدة ينفع عليها ولا تزال في حكم الزوجة إذا غشيها فإن هذا يعني أنه قد راجعها إذا انقضت عدتها ولم يراجعها لا قولا ولا عملا بانت منه بينونة صغرى إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية دي القواعد الآن البيت مش موجود تكليف مناطه القدرة هو مسؤول عن توفير بيت عن توفير نفقتها في مدة العدة ما فيش بيت ليه يديها نفقة العدة سكنة وإعاشة يعني كأنها مقيمة في بيته يعني أجر لها بيت أو يدفع على قيمة إيجار البيت مدة العدة وقيمة الطعام والشراب ثم ينظر بعد هذا في بقية حقوق المطلقات لها مؤخر صداقها وقلنا نفقة عدتها ولها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فالمتعة عطاء مالي يقدم إلى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر